أجرى الرئيس عبدالفتاح سيسي اتصال هاتفيا مع الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد حيث توجه الرئيس بالتهنئة للرئيس العراقي بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم متمنيا للشعب العراقي الشقيق دوام الأمن والرخاء وهو ما تم منه رئيس العراقي دعينا الله عز وجل أن يعيد الشهر المعظم على البلدين الشقيقين بالخير واليمنى وأن يحفظ الأمتين العربية والإسلامية ويرزقهما البركة والازدهار كما أجرى الرئيس عبدالفتاح سيسي تصال هاتفيا مع رئيس الوزراء العراقي محمد شيعة السوداني وتم تبادل التهنئة بحلول شهر رمضان المعظم والإعراب عن التمنيات بأن يعيد المولى عز وجل هذه الأيام المباركة على الشعبين الشقيقين بالخير واليمن والبركات وأن يشمل بكرمه الأمتين العربية والإسلامية ويرزقهما الخير والازدهار ترجمة نانسي قنقر